السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير والأخير جيت مطلع لكم حبيباتي بهذا الفيديو اللي انتمنى أنه إينا الآجاب ديالكم أول حاجة شاركت معاكم لديبلاسمون ديالنا لعين المكان اللي كانت فيه إكسبوزيسون تعل هدايا اللي قدمتهم منا كوتكس في المسابقة اللي شاركتها ديالجا معاكم كان مسابقة كبيرة فيها عشرة سيارات من فئة فيات سانسان عندكم ستة تالي باور تادهب وثلاثة رحلات لشخصين الماليزيا هاد المسابقة اللي راح يكون لتيراج وصور ديالها في أواخر رمضان كيفاش راح ينتشاركو راح يعني نفهمكم اليوم بالتفصيل المشاركة والشرط هاد المسابقة بسيطة جدا تروحو تشارو منتوج تاكو تكس في الواندفون تيلير هوملك في أغلب الولايات تالجزائر تشارو قيس خمسين الف فرحين تشاركو اوتوماتيكمو وان شاء الله تكونوا من الفائزين يدو عليكم بيسير الاسم اللقب يعني المعلومات ديالكم واللي ما قدرت يعني تخرج وتروح ولا يروح يعني لي باور كوتكس ما عليكم غير تشاركو يعني من البيت ديالكم بالتليفون عبر المواقع التواصل الاجتماعي شرط المسابقة كانوا أربعة تحديات زود جازوا عندي في القناة وما زال زود يعني سجلوا في الرابط اللي دائما يكون في صندوق الوصف وطبقوا شرط المسابقة اللي هي بسيطة جدا وراحين يعني عندكم هدايا تغاجوصة يعني كل آخر أسبوع واللي تشارك يعني في هذه المسابقات رح تشارك اوتوماتيكمو في المسابقة الكبرى هنا درنا زوج تحديات ولي ما لحقتش تلحق على التنين تحديات وحدة أخرين اللي يراهم جايين الأسابيع القديمة ونتمنى من قلبي انه يكون يعني منكم من الفائزين قدرك حبيباتين نروحوا للروتين الصباحي الجميل روتين النشاط والحيوية روتين الأفكار والتدبير لإن شاء الله تقدر تنفعكم هنا راني مع مني دلاتي مني دلاتي يا مني دلاتي يلي نقيتو ليتشبيتشقاتي وتويقاتي هادي مش يقالو ناس زمان هادي قالي الطاطا داداح نتاني كنخلو الكلام ولا غيرهم اللي يخلو النا كي ما كنتشوف واني نقصر معاكم بارك هنا المني دلات دائما عندي نحبهم منطف مفحف حين ها كنتشوفوش حال عندهم سنوات ولا غير عندي مني دلات عندهم ديزاني ومازالهم ضاينين معايا دائما ننشرهم هكذا في زمنشتة ننشرهم في الغاديات نحبهم يكونوا يعني واجدين باش كنجي نخدم الشغول يكونوا مقيقيين باشي مندونا نتيجة منحة هنا يا جبت اياكلين لبنات قبل ما نجوز على الفوتاي جوزت على التاقة يعني سجاج يخرجو يشعل شعيل زد كيف كيف يعني لطاب الباس الموبل تي في جوزت عليهم كاملة وبينسيغ الفوتاي كي نقولوا اياكلين نقولوا القماش البناتنا السالون ديلي هو عبارة على بيت القاعد هنا شربو لاتاي هنا نشوفو لاتيلي يعني الاستعمال تاهاد الفوتاي استعمال يومي سكيفي معرد لليتاش بيانسير لكن انا ما نخليش ليتاش حتاني يدبغولي يعني دائما يعني بالنظرة تالعين انطل نشوف كاين طاشا توتسويت نوح نعالجها قلتلكم عندي دائما اياكلين حاضر معايا واكو تشوفو دانجس تخي سمبل يعني بالخف فيتفي واحنا يعني يعني عالجنا البقعة وهكذا الفوتاي يعني يقعد مقيقي نهار تاني كلي نجوز لأسبيراتور كيف كيف نجوز لأسبيراتور وراني ناس نشوف يعني كاشطاشا ولا راني توتسويت معاها وبينسير كآخر حاجة تعطير البنات أنا دائما يعني في هات الشهر الكريم راني استعمل كريم تعفره شمينت يعطيني ريحة نحس بليك ريحات على عواشر والا هاهوليك برم دولانجي تكستيل كي ما كو تشوفو كيف كيف يعني ندير بهلي فوتاي من الحوايج كي نعد نحددهم لكن الحوايج كان دي بارفن ليحبوهم وليداتيهم اللي نديرهم ويمزن قيلو كان يبقى مليح الترتيب الترتيب يسهل علينا شغل اشتوا ديك المرة اللي تفرز معاها قبل باش تحت تخسلهم سيلا ممشوز شغل كي تكونوا مرتبين بخيط سياق والغبرة ولا هات شي كاملة يجي سهل والا حبيت يعني نصور لكم يعني ونشارك معاكم هاد المقاطع ليفاجيوها الخاطر دوكا نروح مع صباح الشي اللي نقستو على عمري التحلية وليدي صغير طلب ليه التحلية هادي حبها يموت عليها شوفو هنا عندي نصري ثلاثة الحليب درت معاها زوج مغارف مع ممارين تعنشا مغارفها واحدة تع سكر ودرت لفاني قريصة تع الملح وهنا استعملت نص مغرف تع شي كوغي شي كوغي هو خالط ما بين نيس كافي وشوكولا اللي معداش تقدر دير قهوة سريعة الدوابن سينو تقدر تستغنوا عليها وحنا نديرولو زوج مغارف تع الشوكولا اللي الطالي أنا استعملت هنا أوبتيلة شوفوها زوج مغارف هنا راني طفيت على يعني الميلانج ديالي نخلط تخيطي بيان هديك شوكولا مع الميلانج ونغطي الكسرونة ديالي ونخليها تبرد بخي أنا قبل الحق ما نغطي عليها درت الزوج مغارف مع ممارين تعلوز مرحي البنات نعم حمصاته رحيته حطاته فيه باللارة مثل انتم مش تعرفوا هدي الزوج مغارف كيفاش تزادوا بنا للدساق ديالي جربوه ورجعوا لي بالخبر هنا تبردو الميلانج ديالكم أبخي هنا تقدر تخلص الوصفة البناتها هنا تقدروا تضربوا الميلانج بالباتغ وتحطوه يعني في البرين ديالكم لكن أنا زيت له كس غربا يعني نغمال من أن دومي بير تا كريمة اللي فيها 35% تا مادة دسيما في غنص طلعوها وحدها ما زيتش السكر لبنات طلعوها وحدها وخلطو كاملة الميلانج أنا كنت مزروبة درتها ديغاكتو لكن النتيجة من أرواح ما يكون حطيتها برك في الفيغين يعني ما درت ولا تزيني أنه شبه وحدها شبه دوكا هنا كانوا عندي رح نحمر المنيو ديالنا هو جج يعني جناحتين محمرين في الفوق باش يجو بنا لبنات لازم نديرو لما غينات الصباح شوفوا درت التوم درت سكنجبير درت الكوركم درت التابي المخصص للدجج درت القارص وبينسيغ هنا كنت عندي كمية صغيرة تا كريمة سائلة هادي تا فون ديليس مخصصة للطبخ وخلطت كاملة لما غينات كيف كيف هنا العسل برك نسيتو أراني دوك نزيدو مع الأخر وبينسيغ ما تنسو شوية أكري لأكري هنا ما نش نحوسو البنة البنة ترى نحوسو على اللون هنا يعني نتبهوا معايا زد شوية تا الكمون الكمون ديرو مصم غير فاتع قهوة تا كمون جي الجج بنين لكن يفوبا جي بنت الكمون بينها فيه باش نكونوا واضحين هنا دوك اللي عندها الزعية ترى اللي عندها الزعتر يعني تدير الزعتر ولا زعية ترافلو ميلانج وترجعلي بالخبر خلط كاملة الجج كما راكوا تشوفوا وزد هنا كمية العسل اللي نسيتها ديروا ما تخافوش ما يجيش حلوة لكني وازن الدوق تعتوا باللي درناهم غطيت عليها خبيتها في ثلاجة هنا عندي لحناك لحناك تعلب قري البنات اللي غليتهم بشوية توم ودرت التوم ودرت الرند ودرت الفلفل اللي كحالحب بعد ما غسلتوا عقمتوا تخي تخيب ينب الخل دوزنتها مع صباح ندوزنها شوية سمن شوية زيت لحم تعدوش يجيب بنين بزف شريبة الغصان تعشيش مقطفة وطماطيش تع الحبة طماطيش كونسيرف وبعدها التوابل عندكم الملح الفلفل اللي كحل شوية تع القرفة وانا درت لها شوية تع القصبر فلفل عكري البنات ونخلط كلش هنا نزل طماطيش مصبرة ونخلط كلش ونحطها بجه البنات تبخي شريبة كيلحق الوقت يعني تقعد سويعة هكتك على المغرب ونحطها على نار قليلة ونحطها تكتك جيكم شريبة من يديكم هنا حنا كتعل بقري كيما قالوا ليوليداتي عندي زوج مايكلوش كامنا لابيوند ماما حتى حنا كوت معتوفيهم وطيبتهم حتى الحناك يا ماما طيبت ولو رجلي دوارت وزتولو حتى الحناك لسانه لابلكم احنا الأطباق التقليدية لازم تكون حضرة لكن عندي زوج وليداتي علاو خلاص مايكلوش مايكلوش هاد الأمور المهم معلبي هاد تلقوني درت شطيطها تعال حناك تعال بقري ودرت ومامتون الجناح في الفو فهمتوني يلا اللي يات بعد ما غلأ نقيتو كيما راكو تشوفو ورحنا نوجدو الدرسة دينا درت شوية تهزيت ما كترتش ودرت التوم فلفل عكري كيما راكو تشوفو هنا ردوا بلكم الدرساتية لكم تتحرق درت الملح فلفل الكحل ودرت فلفل قناوة ما حبيتش ندرسو حطيتو هكاك بش ما تجيش حارة وحطيت هادو كل حناك اللي قطعتهم مرباعات الحميصة دي اللي طيبتها البنات يعني أنا راهي بخسك طيبة معالاخر البنات درت حرورتها النفس لي ما عندهاش دير كبابة يعني راحت تحصل على نفس الدوق تجي بزاف بنينة بعد ما تقلت تخيط خبيان هادو كل حناك تقلوا تخيط خبيان في الدرسة حطيتهم تقلوا بش مرقت مرقت يعني جوجست البنات لأنه كلش رو طيب وخليتها تكتك مدتها كك واحدة ربع ساعة وجي واحدة شتطحة واحدة شتطحة من يديكم اللي جناح بيان سيوغتها الدجاج حطيتو يتحمر ساعة ونص هي تفوت ساعة ونص وانا نحيلو البابي اليمينيوم بابي كويسا ونشعل الفوق من الفوق ونطلعو يعني اللي تاج الفوق أنا كاملا ونخليه يتحمر شوفوا كيفاش يجي حنا رفقناه بيانسير مع بطاطا مقلية اللي قليتها دوائر شوفوا التحليت جي سهلة وبنينا سوغتول زتولها زوج مغارف ليزتهم مانات على المكسارات هادو الوصفة عجبتكم بالبزاف يعني زت لها برك اليوم إضافة ليزت لها بنا على بنا مع شوية تاع بيانسير الخبز اللي ما كانش عندي الوقت باش نوريهو لكم ويعني قدرت معكم شحال بمرة الخبز وهي لك الطاويلة دينا بالأطباق اللي وجدناهم كيف كيف إن شاء الله قدرت نفيدكم بالنسبة لحم الحلو اللي تحكتوا عليه البنات يعني 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 يكلوه يعني أنا كشتو نهار اللولاني درت قوجة فرتونا يعني درت كمية كبيرة باش ما نقعدش أشكفه نطيب فيه ويعني دايما نديم إنه نصيب نحطو باش يكلوه وتعرفو يعني الحملة حلورة هو عبارة على تقدروا تقولوا مع جونا طيب بذكر يعني ما يصرالو والو يقعده هو هو هدي يا حبيبة قلبي بالنسبة للمحتوى تالفيديو تاليوم اللي نتمنى إننا الإعجاب ديلكم وإن شاء الله قدر يعاونكم ودركا ما قعد ليغنبقي أخوتاتي على خير ونقلكم دمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته